خطة جديدة لإنشاء مسارات آمنة في الحديدة وسط أنباء تحدثت عن مساعي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفت في صنعاء برفقة كبير المراقبين مايكل لوليسغارد لزيادة عدد القوات الأممية إلى 200 عنصر بما يسمح بإشراف هذه القوات على المسارات الآمنة المقترحة في صنعاء التقى المبعوث الأممي مع كبير المراقبين الذي قادم من عدن واستعرض تفاصيل الخطة الأممية المبدئية التي توصل إليها الأخير مع ممثلية الجامعة الحوثية والحكومة الشريعية الأسبوع الماضي على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة ضمن الجولة الثالثة من هذه اللقاءات لقاء المسؤولين الدوليين من غير المرجح أن يكون خاتمة الجهد الأممي الهدف إلى إنشاء الممرات الآمنة المقترحة في ظل التحدية الهائلة التي ما تزال ماثلة أمام المبعوث الأممي وكبير المراقبين والتي تعرض تفاهمات ستوكهولم لتهديدات جدية بالفشل كما يرى ممثلون على الحكومة الشرعية فعلى الرغم من مرور نحو شهرين على التوصل إلى تفاهمات ستوكهولم فإن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن في حمل الأطراف على تنفيذ تلك التفاهمات خصوصا ما يتعلق منها بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها الثلاثة وتكاد المهمة الأممية في الحديدة أن تختزل وفق للمراقبين إلى مجرد الوصول إلى مخازن الحبوب تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بسبب التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي على نحو دفع بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في وقت سابق إلى اتهام الحوثيين مباشرة بالوقوف وراء هذه التهديدات اتهام كهذا أثار سخط قيادات حوثية التي وصفت تصريحات لوكوك بالمقاززة وطلبت على إثرها من غريفث تأجيل زيارته إلى صنعاء حتى يعاد النظر في تصريحات لوكوك المبعوث الأممي أصدار بيان مشتركا مع لوكوك حول مخازن الحبوب خلى هذه المرة من توجيه اللوم المباشر للحوثيين وجاء عائما رغم أنه جدد التحذير من تلف كميات القمح المخزنة في الحديدة دون إمكانية الوصول إليها منذ خمسة أشهر من تعقيد إلى تعقيد هذا هو حال الوضع في الحديدة الذي يبدو أنه مرهون بمرونة من جانب الحوثيين يصعب ضمان الحصول عليها في المدى المنظور الأمر الذي يبقي الحديدة ساحة مفتوحة لدورات من الحرب المقبلة